أزمة مالية أو سياسية أو حتى اجتماعية هذا ما اعتدنا على سماعه في العالم لكن في الأوينة الأخيرة أصبح كل ما يرتاد مسامعنا كورونا وأزمة الأقنعة والمعقمات الطبية بعد أن كانت الصين تساهم بنصف الإنتاج العالمي من الكمامات استوردت عشرة أطنان من المستلزمات الطبية هذا ما استطاعت الحصول عليه من جمهورية مصر العربية بعد أن استنفدت كل ما تملك من مستلزمات طبية الصين كانت قبل الكورونا قادرة على إنتاج 20 مليون كمامة يوميا وما يقارب 7 مليارات منها في العام إلا أنها بدأت تنفذ من الصين وعدة دول في العالم وعلى الرغم من أن المصانع الصينية فتحت أبوابها من جديد إلا أنها لا تلبي احتياجات السوق وما زالت غير قادرة على الوصول لطاقتها الإنتاجية القصوى عاد عن الصعوبات اللوجستية المتعلقة بالنقل وتوفير المواد الخام منظمة الصحة العالمية صرحت بأن مخزون الأقنعة غير كاف لتلبية الاحتياجات العالمية مع أزمة فيروس كورونا وتبعاً لهذا قررت الصين رفع إنتاجها اليومي من 20 مليون إلى 180 مليون كمامة ومع ارتفاع الطلب عليها ارتفعت الأسعار بصورة جنونية فمثلاً ارتفع سعر عبوة الكمامات في اليابان من 4 دولارات إلى 34 دولاراً أي بزيادة عشرة أضعاف أما في مصر ارتفعت من جنيه واحد إلى أربعة جنيهات مصرية للواحدة وفي الأردن أغلقت بعض الصيدليات لرفع أسعار الكمامات الطبية فيها ثلاثة مصانع محلية استردت عافيتها بعد أن كانت قد أغلقت أبوابها وعادت إلى إنتاج الكمامات الطبية فهل تفي بالغرض المحلي وتستطيع التصدير إلى دول الجوار؟